أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حوادث التاريخ يسلسل مترابطة لو لا تدخل السماء في بعض الأحداث فإن كل حادثة لها ما سبقها ولها جذرها لها أسباب في الماضي ولها نتائج في المستقبل الله أحيانا يتدخل في حياة البشرية يرسل نبيه على حين فترة من الرسل فجأة ويغير التاريخ لكن التاريخ البشري هي سلسلة مترابطة السؤال الذي يطرح في مقتل عبد الله الرضيع ما الذي جرأ بني أمية حتى يقوموا بتلك المجزرة بحق أهل بيت رسول الله ما الذي جعل يزيد متمكنا من رقاب المسلمين ويرفع شعار لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية وهو الذي كان يدعي أنه خليفة رسول الله عمد إلى أهل بيت رسول الله وحاصرهم وهددهم وهجرهم وجوعهم وعطشهم وقتلهم ثم حز رؤوسهم وأيضا أسر عوائل الرسالة إلى سبعين منذب ما الذي جرأه هناك جذور لهذه الحادثة وإلا شاب نزق عمره 35 عاما فقط لا يعرف من تجارب الحياة شيء قاتل النفس المحترمة شارب الخمور راكب الفجور كيف يتمكن من فعل ذلك السبب الحوادث التي وقعت قبل مجزرة كربلا بعد فوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انحرفت الأمة عن جادة الصواب عن الصراط المستقيم كان عليها أن تتمسك بمن عينه الله عز وجل لكن الأمة لم تفعل وجاءت الحوادث حادثة بعد حادثة مؤسفة مثل مقتل فاطمة الزهرة ثم مقتل الإمام علي ثم مقتل الإمام الحسن ثم مقتل الإمام الحسين ولولا أن الحسين استرخص في سبيل الله كل ما كان يملك بلا استثناء استرخص ماله استرخص وطنه استرخص أصحابه استرخص دم إخوته دم بنيه وأيضا عبد الله رضيه انظروا بني هاشم حينما جاء دورهم في كربلا أول من تقدم عليه الأكبر وهو أفضل أولاد الإمام الحسين الذي كان يشبه رسول الله شكلا وثمتا ومنطقا وأيضا في آخر الحادثة قدم ولده عبد الله الرضي قدم كل شيء لو لا أن الحسين قام بهذا الفعل لكان النبي يعتبر مجرد ساحر أو كذاب عوذ بالله وكان الإسلام دينا محتواه الجاهلية لكن مع مظاهر الإسلام الحسين هو الذي حفظ هذا الدين بدمه ودم أبنائه علينا الأكبر وعبد الله الرضيه وغيرهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر